يعني مش ألقاب بتتحطوا خلاص يعني يعني يقول لك إيه مثلا يقول لك ألقاب المملوكة في غير موضعها كصائد البطولات والأسد والذكري فيه أوقات كده الألقاب بتبقى مملوكة مش في الموضع بتاعها مش في مكانها الأساسي وأرجع وأقول برضو يعني الموضوع مش موضوع أنا وإنت الموضوع أنا وإنت هو تحديد بطل إيه يعني أنا مثلا من 2000 إلى 2004 والكلام ده ما يزعلش الأهلي ولا يزعل جمهير الأهلي ولا يزعل أي حد في الأهلي خالص من 2000 إلى 2004 مثلا نادزة مالك حق بطولة الدوري وحق دوري أبطال إفريقيا وحق السوبر الإفريقي وحق مرة تانية الدوري العام المصري وحق كمان مرة تالتة الدوري العام المصري من 2000 إلى 2004 هل ده يزعل حد؟ يعني هل ده يزعل حد؟ ما يزعلش حد خالص خالص ما يزعلش حد نهائي مش ممكن أبدا طبع أنا أقول لك على حاجة غريبة جدا تعرفين الخمس بطولات اللي خدها نادزة مالك الخمس بطولات اللي خدها نادزة مالك كانت موسم أربعة اللي هي دوري أبطال دوري أبطال أو دوري الأبطال أبطال الدوري يعني زمالك خد خمس مرات خد 84 تعريبا شوتنجل سارس تقريبا يعني شوتنجل سارس 2010 تقريبا يعني 86 مع أفريكا سبورت ضربات جزاء ضربات جزاء وخد 93 برضو ضربات جزاء مش فاكر مع من قولولي بقى 93 شوتنجل سارس تقريبا لا شوتنجل سارس كان 96 ضربات جزاء برضو و93 كانت ضربات جزاء كوتوكو كوتوكو برضو كانت ضربات جزاء وخد 2002 من الرجاء الهدف الشهير طبعا للنجم الكبير جدا اللي هو تامر عبد الحميد يعني من خمس بطولات منهم ثلاث مرات ضربات جزاء ثلاث مرات ضربات جزاء من الخمسة ثلاث مرات حسمتها ضربات جزاء يعني أنت بتتكلم أكتر من 70% أو حاجة بالرقم ده كلها ضربات جزاء يعني سواء كانت البداية كانت في 84 وبعد كده 93 وبعد كده 96 بضربات جزاء عايزة أوصل ليه عايزة أوصل أن ممكن ممكن يعني فكور عن متن منطق بقى ابعد عن المنطق بقى هنخش في الله منطق يقول لك ضربات الجزاء دي مش محسوبة مين كسب ومين ما كسبش يعني هي بتحقق بطل صحيح لك اللي ما تيجي تقول فلان وفلان لعب وبعض مثلا يعني هبعد عن المنطق بقى ما أنت هتعيش في دنيا تانية خالص طالما هتخطب هتخطب يعني حاجة تانية خالص يعني فما فيش منطق في أي حاجة فقول لك ضربات الجزاء ما بتحسبش لو لعبتك 15 مرة وانت كسبتني مرتين وانا كسبتك 13 مرة بس منهم ضربات مرة ضربات جزاء فيقول لك لا انت كسبت 12 التالتة دي أو الأخيرة دي اللي هي ضربات جزاء بتتحسب أك أنها تعادل فمنهج غريب ومنطق غريب وقلت من 2000 إلى 2004 انت بتتكلم ان زمالي خد بطولة دوري أبطال إفريقيا وخد السوبر وخد دوري 3 مرات 3 مرات يعني إيه المشكلة ولا في حد تتكلم من الأهل كان يستحق عنده جيل كان فظيع جدا 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 يعني كابتن حزم إمام وكابتن عبدو واحد السيد وكان فيه مجموعة كبيرة جدا وكتامر عبد الحميد ومجموعة كبيرة جدا من النجوم وبشير التابعي ومجموعة كانت كبيرة جدا وعبد الحليم علي يعني وطارق السعيد وطارق السيد مجموعة كبيرة جدا من النجوم فكان عامل فرقة كويسة وخد بطولة أفريقيا وخد دوري آآ الدوري المصري وخده مراتين او تلاتة كمان يعني. بالأس ان ستة وتسعين اصلا يعني احنا السبب فيها اصلا يعني. يعني يعني التقشر من احسنت اليه يعني ولا هي? طيب احنا لما انسحبنا انتو دخلتوا بكاننا في ستة وتسعين اساسا يعني. ما انت هتبعد عن اللا منطق. يعني هتبعد عن المنطق خالص از فهتخش في اللا منطق. خالص. فالجدال ده يعني مش هينوبه غير حاجة واحدة بس. ان احنا هندي مساحة في الاعلام. وهتقول بقى يعني اه اربعة وتسعين كانت المعايير كزا والاتحاد الافريكي حطي ايه? والنقاط ايه? محدش هي صدقك. محدش عايز يصدق غير اللي في دماغه. او غير اللي جواه. او اللي كان بيتمناه. مززن بان احلامك كتير. يعني مززن بان احلامك كتير. اعمل ايه? يعني الاحلام كتير. لكن الواقع مختلف. الواقع مختلف. فهي مش نصيحة ولا حاجة خالص يعني. بالعكس. الناس كلها من حقها ان هيبقى لها تطلعات. لكن يعني اللي فهمه ازا عشقت اش اعشاء امر. لكن تخطف كرن. كرن. ليه عم? ليه ده على اساس ان احنا ايه يعني هنقول ايه للناس اللي كانت هنقول له للراحل صالح سليم هنقول له ايه يعني. يعني كلام غريب جدا.